نحن الشعب اليمني نتوق إلى السلام ونريده وسنصنعه نحن شعب يستحق السلام خطوة من أجل فهم طبيعة الصراع في اليمن وتصور السلام أقيم مؤتمر نظمته مؤسسة توكل كرمان الدولية في اسطنبول بمشاركة باحثين دوليين تحت شعار اليمن تحديات الحرب وفرص السلام المؤتمر جاء محاولة للفت أنطار العالم إلى هذا البلد المحاط بلازمات ومحاولة لفهم جذور الصراع وأسباب الحرب وتداعياتها ومآلاتها تحديات كبيرة ومميتة يتعرض لها اليمنيون لأربع سنوات ليأتي المؤتمر بمثابة نافذة لليمن على العالم ونافذة للعالم على اليمن في محاولة لتفكيك الأزمة اليمنية وعناصرها وابعادها وتعقيداتها الداخلية والإقليمية والدولية الثورة المضادة كانت أحد أخطر جذور المأساة اليمنية الراهنة عندما عمد أركان النظام السابق وعواصم باتت تخشى حريات الشعوب إلى إعاقة التحول الديمقراطي فعملت جاهدة على وأد طموحات اليمنيين والشعوب العربية وأغرقت البلد في بركة دم مرورا بالانقلاب ودخول التحارف بسطوته في خط الأزمة اليمنية عوامل عدة شكلت جذور الحرب وأسبابها وانتهاءا بتداعياتها التي أدخلت اليمن نفقا مظلما الكلمات والأوراق المقدمة تطرقت إلى أبرز القضايا على الساحة اليمنية فقد حضرت ثورة الربيع العربي ومشروع فبراير ومخرجات الحوار الوطني وسياسات الجوار الإقليمي الكارثية وأوجاع اليمنيين وحظي الوضع الإنساني عامة بنصيب وافر من المداولات كما حضرت الطفلة أمل كنموذج لمأساة الأطفال اليمنيين فتحدث عنها المنصف المرزوق وأنصف لكن كم كنت أود أن هذا الإعلام يمسك بتلابيب المجرمين لقتلهم تلك الطفلة البريئة جوعا ولا يتركهم لحظة واحدة أليس لهذه البنت بواكي أليست لها أهمية هي الأخرى أليجب أن تتصدر صورتها صفحة الواشنطن بوست ونيورك تايمز كل يوم كل يوم أليس على الجزيرة أن تضع صورة هذه الطفلة كل يوم كل دقيقة كل لحظة من بداية الحلم الذي جسدته الثورة السلمية التي شكلت طوق نجاة للنفاذ من أزمة النظام الفاسد إلى محاولة التحول والانتقال نحو الطريق الديمقراطي عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل أطياف المجتمع وخرج بوثيقة شكلت الملامح العريضة للدولة المنشودة عقد اليمنيون آمالهم في العبور الآمن إلى السلام قبل أن تتلاشى أو كادت خلال سنوات الحرب الطاحنة فهل الآن الأوان لاستعادة الحلم؟